اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا بقصف مركز لنقل الدم خلال ضربة جوية على بلدة كوبيانسك شركة منطقة خاركيف ووصف زيلنسكي القصف الروسي بجريمة حرب مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مقال إنها انتهاكات متكررة من جانب موسكو ضد المواقع المدنية وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمداً في المواجهات مع أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر